أهلا بكم هذا إشعار سريع جدا بخصوص مصار نيكس جي أست الذي أركز عليه حاليا في هذه القناة وكل دروس القناة حاليا حول هذا المصار فأود تذكير المتابعين الكرام أن يمكنهم أن يذهبوا إلى كوميونيتي تاب في القناة مكان وجود المنشورات وآخر منشور هو منشور خاص بنيكس جي أست فقط حيث يمكنكم من خلال هذا المسار كتاب التعليقاتكم أو من خلال هذا المنشور عفوا كتاب التعليقاتكم الخاصة بهذا المسار فقط مثلا كان أديكم سؤال كانت هناك نقطة غير واضحة في الدروس فربما أفكر أن مثلا أعيد شرحها أو أعيد توضيحها بناء على أسئلتكم وخصوصا أسئلة المتابعين فأنا أحب دائما أن أجيب عن أسئلة المتابع وليس الشخص الذي فقط يسأل من باب السؤال ولا يتابع الفيديوهات فإذا كنت متابع للفيديوهات فيمكنك كتابة سؤال عن نقطة لم تفهمها في هذا المنشور أو سؤال أو استفسار أو أي شيء بخصوص المسار مرة أخرى بخصوص المسار ليس شيء آخر يمكنك كتابته بهذا المنشور وأيضا الأشخاص الآخرون سيستفيدون من تعليقاتك لأنهم سيجدون أنهم يسألون ربما نفس السؤال أو لديهم نفس الفكرة أو لديهم نفس الاستفسار فسيقرؤون هذا المنشور والتعليقاته سيستفيدون ليس أنت فقط بل أيضا القراء الآخرون أيضا أريد أن أقول أن كل تحديثات هذا المسار ستجدونها ضمن هذا المنشور يعني أنا سأقول أن هناك مثل الآن قبل قليل كتبت هذا التحديث كتبت تحديث رقم واحد التاريخ الذي نشر فيه التحديث وفكرة التحديث مثلا في هذا التحديث أنا سألتكم هل تودون أن أوضح تعليمات CSS الخاصة بالقسم القادم بنيكس جي أسفا بكل بساطة إذا أردتم المشاركة في هذا الموضوع فيمكنكم النقر على زر الرد وتردون تقولون لي مثلا أنا أفكر كذا أنا أفكر كذا أنا أعتقد يجب أن تشرحي عن CSS مثلا أنا أعتقد لا يجب أن تشرح عن CSS لأن كذا وكذا وكذا وتوضح نفسك وتشرح فكرتك وأنا فعلا سأتعلم منكم سأتعلم من الأراء التي ستكتبونها وأنا جدا مهتمة بالأراء الصادقة والتي لها معنى أو البناءة والأراء الأخرى بالتأكيد لا تهمني فرجاء إذا كنت متابع يعني أنا أفكر أنا ربما هناك عشرين شخص متابع أنا هكذا أعتقد بناء على هذا التصويت الذي حدث على آخر منشور في القناة ها هو وكما قلت أن هذا المنشور سيبقى مثبت لنهاية المسار فبهذا التصويت تصوت تقريبا بعض الأشخاص لكن أحيانا الأشخاص يسوتون ولا يتابعون فأعتقد يعني ربما سيكون هناك عشرين شخص متابع لهذا المسار ربما بصدق فأنا سعيدة أنا لو كان هناك شخص واحد يتابع بصدق فأنا سعيدة المهم أن يتابع الشخص بصدق وفعلا بشغف أنه يريد أن يتعلم ويريد أن يفهم فهذا يكفيني يعني لو كان شخص واحد في عشرين شخصية جدا فأنتم أنتم العشرون أتمنى منكم أن تشاركوني بالأراء في هذا المنشور وتكتبون مثلا عن أرائكم ما الصعوبة التي واجهتموها في أي نقطة واجهتم لم تجد ربما لم تجدوا صعوبة ربما كان يكون شيء سهل فأخبروني ضمن هذا المنشور رجاء ضمن هذا المنشور وحاولوا أن يعني أن تروا التحديثات وأن تعلقوا على التحديثات حتى أنا يعني يكون لدي فكرة خاصة أن الأسبوع القادم سيكون هو أسبوع سهل جدا بالنسبة لنكس جي أس نتعلم إضافة ستايلات لمشروعنا ليبدوا بشكل أفضل فهذه الستايلات يمكن خلال الدروس أن أقوم بنسخ لصق لها وأريكم كيف يظهر الستايل بالنهاية أو ربما تريدون مثلا أن نفكر معا بالستايلات وأن أشرح لكم مثلا هذا كيف نفكر بالستايل كون نحن الآن فول ستاك كون الآن نحن فول ستاك فكل شيء نتعامل مع كل شيء نتعامل مع باك إن نتعامل مع فروند إن نتعامل مع سي اس اس نتعامل مع ديتابيس نتعامل مع كل شيء فكل نقطة من هذه النقاط ربما تود أن تعرف أين مكانها من الستاك وكيف يمكن أن نتعامل معها أو كيف يمكن أن نفكر بها فهذا ليس فكرة أن الشرح سي اس اس يعني نعود للبدايات أو نعود للأساسيات هي فعليا شيء أساسي لكن فكرتها أن نرى أين نحن الآن من الستاك الذي نحن نبنيه وفكرة أن تصبح أنت بالنهاية باستخدام تقنية وما يكملها فرجاء أعزائي المتابعين إذا كنت أنت متابع بصدق اذهب للمنشور اكتب تعليق إذا كانتك تعليق طبعا اكتب تعليق حول الموضوع وشاركني برأيك كونك أنت تعلم معي بصدق فرأيك يهمني جدا 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 أما إذا كنت الآن تمر على هذا الفيديو مرور الكرام فرجاء لا تشوش على الأراء الأخرى إذا كنت غير متابع لا تشوش علينا نحن نتعلم ونسير نحو وجهة واحدة وأيضا يمكنك الانضمام إلينا ومشاهدت الفيديوهات وثم يمكنك التعليق ومشاركتان برأيك القيم هذا كله لهذا الإعلان وأنتظر أراءكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر